من أجمل المواقف اللي مريت بها في حياتي صلي على سيدنا النبي الله ما صلي عليك يا سيدنا النبي سنة 2003-2004 حاجة كده في المركز الإسلامي في نيويورك جت جنازة كان يوم جمعة يا شيخ خالف المتوفى مسلم وعلته كلها مش مسلمين فتعجبنا يعني حاجة غريبة فبعدين قلنا يا جماعة في جنازة استقيموا يا رحمكم الله فالجمع كله كله بعد صلات الجمعة كل الناس وقفت صلي ايه جنازة فأم المتوفى بتقول ايه ده هو انتو تعرفوه لا 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 ده ان هذه أمتكم أمة واحدة وربنا علمنا إنما المؤمنون اخوة بأخوة يعني أخوة ايمان وأخوة انسانية وبعدين هلنسوا اللي بيكوا لها تصلي عليه قلت له حتى النبي علمنا عليه الصلاة والسلام ادعوا لأخيكم وأخيصوا له الدعاء قلت مرة عايز أقول لكم على حاجة أنا ابني ده الوحيد اللي كان بر بيا أنا ما كنتش عارف أصلا إنه مسلم أصلا الوحيد في ولادي اللي بيسأل عني وبيتعهدني وبياخدني يفسحني ومعرفتش ده إيه لو هو بيموت بيقولاه على فكرة شوف أنا كنت بحبك قد إيه أنا مسلم ولما موت وديني المركز الإسلامي اللي في الحتة الفلانية فأنا جبته لكم وفاءا له زي ما كان وافي معايا فإذا كان بقى الدين بتاعكم ده كده فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنا عايز أبقى مسلمة الله الله والله يا شيخ خالد 13 واحد أسلموا جنب الخشبة اللهم أصل على في ميزان مين بقى في ميزان متوفى ليه لأنه عمل سلوك عمل بر عمل إحسان كان وافي قالت عمره مزعلني